اسم كاملين مع كابت النادر السيد كابت النادر هو الحقيقة يعني كون ان عمر كمان يعب باكليفت الحقيقة انا شايف ان الجهاز الفني اصر في حق نفسه لان في الاخر باي حال بالاحوال ما يدفعش يكون عندك بس واحد باكليفت كان لازم يختار حد تاني كان لازم يختار حد تاني يعني اعتقد ان اي لعب فيه لعبين كتير في الدوري مش هقول اسماء انما فيه لعبين في الدوري حسين السيد مثلا باكليفت النادر مصر حسين عنده خبرات يقدر ان هو يقدي يعني ده اللي جيه في بالي دلوقتي انما اكيد لو المنتخب في محمد شكري كتير في كريم حافظ كتير كتير في محمد حملي لازم يكون عندك باكليفت تاني باكليفت تاني موجود انما ان يكون عندي اجيب باكريت يلعب باكليفت ان شاء الله هيقدي بشكل كويس انما انما اعتقد نعدي الماتشين دول والجهاز الفني مطالب بي ان هو بعد كده يدي يعمل جيل تاني جديد من اللاعبين ويدخلوا واحدة واحدة لان انت عندك الجيل ده سواء كان صلاح ولا تريزيجي ولا مصرفة محمد ولا حجازي مش موجود ولا عبد المنعم ولا رامي ربيعة دول مجموعة مهمة ومجموعة كويسة جدا بس لازم يدخل عليها كمان اجيال تانية جديدة طيب كابتن يعني شايف ان الجزء في نص الملعب اكرم توفي ومروان وامام ولا زيزو مروان وامام لا زيزو مروان وامام لان انا مش محتاج العب اتنين نص ملعب مدافعين في مباراة في ملعبي يعني وبعدين انت بتلعب اربعة ثلاثة ثلاثة فتقدر جدا جدا انك انت بزيزو امام مع مروان عطية تقدر تلعب بشكل كويس لو انت بتلعب اربعة ثلاثة ثلاثة انما العب اتنين في نص الملعب وخلي امام بس هو لعب حر او بلاي مايكر اعتقد من الافضل انت تلعب بزيزو ومروان وامام المعذكر ده ما تكلمناش على اي مشكلة لحسام حسن مع اللعيب المعذكر اللي بتكلم ما كانش فتوح عشان متخانق مش عارف ايه عمر كمال عشان ايه محمد صلاح والازمات صح هل نجح يعني حسام حسن في انه هو تلافة الاخطاء اللي وقع فيها اعتقد 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 لانه هو تلافة الاخطاء او تلافة الامور دي يعني في وقت مناسب جدا يعني ما تمداش هو معذكر رسمي اه ما تمداش في الموضوع يعني اعتقد ان ممكن خد بالك برضو المعذكر الاول كالاول معذكر لحسام حسن هو عنده خبرات كبيرة كلاعب وعنده خبرات كبيرة كمدرب طبعا انما برضو التجربة الدولية مختلفة تماما عن الانداء فقدر ان هو يتدارك الاخطاء يتدارك ان هو ازاي نحتوي اللاعبين ان اللاعبين كلهم يكونوا ايد واحدة ما يكونش فيه اي اختلاف او خلاف في التصرحات التصرحات بتاعته ان هذا مختلف اه ما فيش تصرحات مثلا ممكن تتفسر بكذا بكذا طريقة فانا شايف الحقيقة ان هو نجح في المعذكر ده ان هو يتلافع يركز بس في المباراة يركز بس طيب اتصدر له